جرف الصخر قصة مأساة منطقة هجر أهلها منذ سنوات من قبل الميليشيات الطائفية ولا يزالون هائمين في مناطق أخرى بعيدا عن بيوتهم تحولت ناحية جرف الصخر منذ عام 2014 إلى ثكنة كبيرة تسيطر عليها الميليشيات وباقي أهل المنطقة الحقيقيون منفيين لا يستطيعون العودة والذرائع الحكومية كانت ولا تزال بعيدة عن الحقاء أبرزها وجود خلايا لتنظيم الدولة لا تزال فاعلة في المناطق المجاورة وعدم وجود أموال كافية لإعمار الناحية وإعادة الأسر إليها واليوم عادت التصريحات الحكومية الرافضة لعودة أهالي جرف الصخر إلى ناحيتهم لتظهر من جديد فمحافظ بابل صادق السلطاني رفض عودة نازح جرف الصخر إلى مناطق سكنهم وتذرع بعدم تحقق الأمان في المناطق المجاورة لها كما تذرع السلطاني بعدم توفر الأموال الكافية في مجلس المحافظة لإعمار جرف الصخر وإعادة ثلاثة آلاف أسرة نزحوا منها بسبب العمليات العسكرية إذا كانت العمليات المشتركة ترفض رجوع قيادة العمليات في الحكومة المحلية ترفض رجوع العوائل النازحة نازحوا جرف الصخر رأوا في تصريحات محافظ بابل حقا أريد به باطل فهم لا يطلبون أعمارا لبيوتهم وهمهم الوحيد هو العودة لها حتى أن اضطروا للسكن في الخيام أما عن الجانب الأمني فيرون أن المشكلة الوحيدة تقمن في وجود الميليشيات في بلدتهم منذ أربع سنوات فهم التهديد الوحيد للأمن فيها وتحقيق الأمن لا يتطلب سوى قرارا بإخلاء هذه الميليشيات من جرف الصخر التي تحولت إلى ثكنة كبيرة مسيطر عليها من قبلها ومن قبل أسر موالية لها إذن هو التغيير الديمغرافي ما تتعرض له ناحية جرف الصخر وتمضي في تنفيذ مخططاته الميليشيات في محافظة بابل وما السماح بعودة عدد من الأسر الموالية لميليشيا الحشد إلى البلدة والسكن فيها واستيلائهم على أراضي النازحين إلا دليل واضح على الشروع بهذا التغيير يضاف إلى ذلك ملاحقة القوات الحكومية وميليشيا الحشد نازح جرف الصخر في أماكن نزوحهم ضمن المحافظة بهدف التضييق عليهم وأرغامهم على الهجرة بعيدا